الززال الذي ضرب اليابان الجمعة يعد الأعنف منذ بدء تسجيل الزلازل قبل 140 عاما مركز هذا الززال كان في المحيط الهادئ على بعد 100 كم تقريبا قبل تسواحي المياه وعلى عمق نحو 24 كم تحت مياه المحيط الززال تسبب في حدوث موجات مد بحري أو ما يعرف بالسونامي على طول الساحل الشمالي الشرقي لليابان من المحتمل أن تكون قتلت أكثر من ألف شخص حيث رفع الززال مستوى البحر لدى الشاطئ إلى ارتفاع عشرة أمتار نتيجة كميات المياه الهائلة القادمة من عرض المحيط وصلت أمواج تسونامي إلى سواحل دول أخرى تطل على المحيط الهادئ لكنها لم تتسبب في خسائر جسيمة مثل الفلبين وإندونيسيا وواحل أمريكا الغربية التي تبعد آلاف الكيلومترات عن مركز الززال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء ودراسات البراكين قال أيضا أن الززال اليابان أدى على ما يبدو إلى إزاحة محور دوران الأرض عشرة سنتيمترات كما تسبب الززال في إزاحة جزيرة اليابان الرئيسية بواقع مترين واربعين سنتيمترا الرطات اليابانية وفي إجراء احترازي قامت بإغلاق 11 مفاعلا نوويا دورة آلية في كل من محطة التاقة في أوتاكاوا ومحطتي فوكوشيما وتوكايا الثانية شمال شرق اليابان غير أن أكبر الأضرار أصابت محطة فوكوشيما حيث أصيب نظام التبريد الخاص بالمفاعل في المحطة بعطل ما أدى إلى انهيار سقف وجدران المفاعل ووقع انفجار فيه وصدرت الأوامر بإخلاء منطقة مفاعل بمحيط 30 كم على الأقل بعد تسجيل مستوى مرتفع للإشعاع سينبو عسلة العربية